أيها المؤمنون لبوا نداء الله ورسوله عندما يدعوانكم لبذل أرواحكم يقول الإمام القرطبي إن ما يمنحكم الحياة هو الجهاد اسمه كما عرف في هذا الشريط الدعائي لتنظيم الدولة الإسلامية أبو مثنى اليمني من بريطانيا لكن أحمد مثنى أبلغ صحيفة ديمير البريطانية أن هذا الشاب قد يكون ابنه ناصر طالب الطب البريطاني من مدينة كاردف في مقاطعة ويلز وإنه أحد المسلحين في شريط تنظيم الدولة الذي يظهر عملية قتل لستة عشر جنيا حكوميا سوريا وهو الشريط نفسه الذي يصور عملية قطع رأس عامل الإغاثة الأمريكي بيتر كاسيك الشريط الذي وزعه تنظيم الدولة الإسلامية الأحد بدأ فيه معظم عناصر التنظيم دون أقنعة وصحيفة ديمير التي لاحظت أن الشاب يتحدث الإنجليزية بلكنة بريطانية ذكرت أنه كان يقف إلى جانب الجهادي جون هذه المعلومات دفعت بريطانيا إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الطوارئ فيها المعروفة بكوبرا إلا أن معلومات جديدة تكشفت عن شخصيات آخرين ظهروا في التسجيل هذه المرة من فرنسا المقطع المصور تم تحليله من قبل جهاز الاستخبارات وأفضى هذا التحليل إلى احتمال كبير بأن يكون أحد الفرنسيين شارك في هذه الجرائم المقززة التحقيقات تتواصل ولكن توجد فرضية قوية بأن الأمر يتعلق بمكسيم شار المولود عام 1992 وهو من سكان مقاطعة دولور وذهب إلى سوريا في آب أغسطس عام 2013 بعد فترة مكث فيها في موريتانيا في العام 2012 كان مكسيم قد أدل بحديث في تموز يوليو الماضي إلى قناة فرنسية من مكانه في الرقة في سوريا في ولاية أنديابوليس الأمريكية استهل تجمع تكريمي لكاسيك بآيات من القرآن أد والد عامل الإغاثة الذي قتل شارك في هذه المناسبة وإلى جانبه بولا والدة بيتر التي ارتدت غطاء الرأس الإسلامي شكرا